أعقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغري والوفد المرافق له لبحث سبولي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة وجذل الاستثمارات البلغرية إلى السوق المصرية وقال الوزير أن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغرية العاملة بالسوق المصرية أو الرغبة في الاستثمار في مصر ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة البلغري حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر